في مكالمة هاتفية تفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني تي جين بينغ على توسيع نطاق التعاون في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والتمويل والصناعة وذلك في إطار مواجهة تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا وذلك وفقا لبيان صادر عن الكريملين فيما أفاد التلفزيون الصيني في المقابل الرسمي أن رئيس تي جين بينغ أبلغ بوتين بأن بلاده تدعم أمن وسيادة روسيا من جانبها أعربت واشنطن عن قلاقها بشأن انحياز بكين لموسكو حيث حذر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الصين من انحيازها إلى روسيا مشيرا إلى أن الدول التي تختار معسكر فلاديمير بوتين تضع نفسها حتما على الجانب الخطأ من التاريخ على حد قول هذا المسؤول كما جدد المسؤول الأمريكي أيضا تحذير الصين من تقديم أي مساعدات عسكرية لروسيا أو أي دعم للالتفاف على هذه العقوبات الغربية ينضم إلينا من بكين عامر تمام باحث في أشؤون الأسوية أهلا بك سيد عامر في أي سياق نضع اتفاق بوتين مع نظيره الصيني توسيع نطاق التعاون في قطاعات اقتصادية رغم كل ما يثار من أن الصين شكلت خيبة أمل لروسيا التي ظهرت وكأنها تتحاشى الانحياز لروسيا خوفا من عقوبات جديدة عليها نعم بداية تحياتي لحضرتك هذا الاتصال وهذا التعاون يأتي في سياق الدعم المتبادل حقيقة لكل البلدين في المواقف على الساحة الدولية خاصة وأن هناك تصعيد خطير على أكثر من ملف في الساحة الأوكرانية الروسية هناك تصعيد من جانب الأوروبية ومن الجانب الأمريكي حتى على الساحة الأصينية هناك تصعيد في ملف تايوان وفي ملف الأمن الأسيوي وهناك ذيارة كان قام بها الرئيس بايدن تحدث بالأساس إلى الاحتواء الصين أو الضغط على الصين ربما هذا الاتصال يأتي في إطار تأكيد الدعم وتأكيد على الاتفاق الذي تم توقيعه قبيل حفل افتتاح الأولمبياد الشجوية واتفاق الشراكة والتأكيد على أن البلدين لديهم هدف واحد وهو هدف عادل من وجهة النظر الصينية الروسية وهو إقامة عالم متعدد الأقطاب لا تكون فيه الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية ويكون لكل بلد دور نعم طيب عامر الاتفاق بحسب تفاصيل شمل قطاعات مثل الطاقة التمويل الصناعة ما مصلحة الصين برأيك في هذا التوقيت من تقديم دعم لروسيا في هذه القطاعات تحديدا ما المقابل الذي ستحصل عليه من ذلك ولا ترى أنه فيه نوع من المغامرة من قبل الصين أولا الصين تدريك جيدا أن العالم الآن والولايات المتحدة والغرب بشكل على وجه الخصوص غير قادر على مواجهة الصين اقتصاديا في هذا التوقيت بالذات خاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم والتي تعاني منها الولايات المتحدة وتعاني منها أوروبا هذا من جانب من جانب آخر بكل تأكيد الصين لديها مصالح كبيرة خاصة في تأمين مصادر الطاقة بالنسبة لها خاصة في إيجاد سوق مثل السوق الروسية لمنتجاتها خاصة وأن الغرب يقاطع روسيا فبالتالي هناك مساحة كبيرة للمستثمرين الصينيين هناك مساحة كبيرة للمنتجات الصينية في السوق الروسي بكل تأكيد الصين تحاول أن تستفيد من هذه الأزمة أن تحول هذه الأزمة إلى نقطة إيجابية في الاقتصاد الصيني وفي الأمن الصيني هذا من جانب آخر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني الصين لا ترغب في سقوط روسيا أمام الغرب هي تدرك أن روسيا تحارب الغرب في نفس المعركة التي من المحتمل أن تخوضها الصين في حال هزيمة روسيا فبالتالي من مصلحة الصين أن تقف روسيا صامدة وأن تدعم الصين روسيا في مواجهة الغرب حتى تحقيق الهدف التي تتمنى الصين هذا على الأقل اقتصاديا فيما يخص هذا التفاهم في قطاع التمويل أو الصناعات هل يعطي أي إشارات بأن الصين قد تقدم على دعم روسيا بدعم عسكري طبعا لها وهو ما حذرت منه أو حذر منه مسؤول أمريكي أعتقد أن روسيا ليست في حاجة إلى دعم عسكري من الصين ولكن روسيا في حاجة إلى دعم سياسي ودعم اقتصادي على وجه التعديد الاتصال الذي جرى بين الرئيس شيء والرئيس بوتين كان ربما كان هناك رسالة واضحة وهو الدعم المتبادل على صعيد الأمن والسيادة الصين تريد الدعم الروسي على صعيد السيادة خاصة في مسائل تتعلق بالتدخل الغربي أو التدخل الأمريكي في ملفات مثل شينجيان أو مثل تايوان أو هونج كونج أو الملفات التي تريد أن تتدخل فيها الولايات المتحدة وتتخذ منها النقاط للضغط على الصين على الناحية الأخرى هناك رغبة من جانب روسيا في دعم صيني لمسألة الأمن الخاصة بروسيا خاصة في ملف أوكرانيا والرئيس الصيني تحدث للمرة الأولى أن هناك تلميح إلى أن المطالب الروسية في شأن الملف الأوكراني هي عادلة ويقول لابد من أخذ في الاعتبار الأسياق التاريخي للأزمة وأن يكون هناك أمن حل عادل وأن يكون هناك تسوية أمنية تضمن أمن كافة الدول وليس الدول الغربية فقط فبالتالي هناك دعم أمني ودعم على مستوى الأمور السيادية هناك دعم اقتصادي ولكن الملف العسكري أعتقد ربما هو الكرت الأخير لا أعتقد أن الصين ستغامر بالدخول في معركة ليست يطرف فيها من الأساس ولكن ربما سيكون هناك دعم بشكل أو بآخر في قضايا أخرى أخيرا يعني ما هي الردود الأمريكية المتوقعة إذا ما تم تصنيف هذا الاتفاق على أنه انحياز واضح من بكين لموسكو أعتقد ما حدث هو رد استباقه على خطوة أمريكية ستتخذ في الفترة المقبلة هناك قمة ستوقع لحلف شمال الأطلانطي في أسبانيا في نهاية هذا الشهر سيتم الإشارة فيها في بيان الحلف إلى أن الصين هي أيضا خصم للحلف ويتم دعوة رئيس المزرع الياباني ورئيس كوريا الجنوبية وهو ما يعد تغيير في سياسة الحلف تجاه الصين وبالتالي الصين تدرك أن الفترة المقبلة هناك المزيد من الضغوط من جانب الولايات المتحدة وهي بدأت في التحرك استباقيا لتجنب المزيد من الضغوط وهي ترى بهذا التحرك ربما سيكون هناك رغبة في التفاوض بين البلدين كان هناك لقاء بين جاك سوليفان المستشار الأمن القومي الأمريكي وكبير الدبلوماسيين الأصينيين يانجيتشي ولكن أعتقد على صعيد أكثر من لقاء وأكثر من اتصال عاتفي لم يتم التوصل إلى تفاهمات كبيرة أو اختراع كبير في المشاكل بين البلدين ربما في ظل هذا التحرك من جانب الصين سيكون هناك محاولة لإيجاد صياغ مناسبة لعدم دخول الصين طرف أصيل في الأزمة بين روسيا والغرب عمر تمام باحث في أشؤون الأسوية كنت معنا مباشرة من بكين أشهر وجزيل شكرا على هذه المشاركة معنا في شرغر شكرا على المشاركة